ما كيتكلم في الناس ما كيمشي بين الناس بالناميمة ما كيغتابهم ما كينزل عليهم الباطل ما كيسبهم ما كيشتمهم ما كيقضفهم في أعراضهم سلم المسلمون من لسانه وأيضا من يده يحبوا لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله يكره الله لقاءه هذا اللي يكره لقاء الله لماذا؟ إنه ما دير شيء نخسر الملفة ما أحسن أن يعيش الإنسان على الاستقامة والله إن الاستقامة خير في الدنيا وفي البرزخ في القبر وفي الآخر المسلم الآن حينما يخالف أمر الله ما الذي يحمله على المخالف؟ يتبعوا شهوات النفس كي يقول لك أنا بغيت نتبرع بغيت نتمتع بغيت نشدهادي بغيت نشدهادي شهوات النساء شهوات الأموال شهوات المناصب شهوات كذا فهي تصرفه عن الله عز وجل وتحرمه من شهوات الجنة بغيت غير الإخوان ديالي يتمعنوا هذه الآيات ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ووالله إن الإنسان يكون مغبوناً ولذلك سمي يوم القيامة سمي يوم التغاب لأنه يكثر فيه الغبن كتكثر فيه الخسارة الشموتية ينسيون كيتشمت حتى إنه لينظر إلى الطير في جو السماء فيشتهيه فإذا به بين يديه كماشتها شتهى من شوي يجيه من شوي كماشتها وأن يتبع الإنسان شهوة عابرة في الدنيا تمر مروراً سريعاً وتعقبها ندامة وحصرة إذن إذا دل الكتاب على شيء وتمسكنا به فإننا نكون في أمان من الضلال إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الحمد لله الذي منع علينا بهذا اللقاء وأسأل الله جل فعلا أن يجعله لقاء مبارك ونفع بداية نشكر أخواننا الذين يستضافون في هذا المجلس الكريم ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأسأل الله عز وجل أن يوفق جميع من حضر معنا وجميع من يسمع هذا الكلام إلى ما يحبه ويرضاه أيها الأخوة الكرام كان بيود أن أتملص من هذا المجلس وأن يتولى الكلام أخونا الشيخ أبو أيمن حفظه الله تعالى لكنه أحسن التملص والتخلص ودفعت لهذا دفعا فأسأل الله عز وجل للعون والتوفق إن كان من شيء أتقدم به بين يدي إخواني فهو التذكير بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل أن يجعل فيه نفعاً وفاعدة لنا جميعاً نحن نعلم أيها الأخوة المباركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وجاءنا بهذا الوحي الشريف فأصلح الله عز وجل به نفوساً وقلوباً كانت غافلة عن الله فاستقامت على شرع الله عز وجل ولش كأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وكل من نظر في أحوال الصحابة رضي الله عنهم يجد أنهم إنما أصلحهم الوحي فما كانوا يسمعون شيئاً غير كلام الله عز وجل وغير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصلحت أحوالهم جميعها انصلحت قلوبهم وانصلحت عقائدهم وانصلحت عباداتهم وانصلحت معاملاتهم وسلوكهم كل ذلك سببه العناية بكلام الله عز وجل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي قصدت وقد رواه الإمام مالك في موطئه وهو من بلاغاته ووصل يعني عند غيره من أهل الحديث وهو بمجموع طرقه يعني في درجة الثبوت يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض تركت فيكم إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث بأنه تارك فينا أي في الأمة بعد أن ولى والتحق بالرفيق الأعلى تارك في أمته هذين الثقلين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولن يتفرقا حتى يردى عليه صلى الله عليه وسلم الحوض هذا كناية على أنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة فالسنة تابعة للقرآن وشارحة له ومبينة له فلذلك ينبغي للمسلم الذي فهم كلام الله وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوحيين على وإني أوتيت القرآن ومثله معه الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه وحيا ثانيا ركيل الوحي اللي هو القرآن المتواتر المتعبد بتلاوته الذي هو معروف ومجموع في المصحف بين دفتين وكين السنة لنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الحديث صلى الله عليه وسلم السنة طبعا تتضمن أقواله وأفعاله وتتضمن أيضا تقريراته صلى الله عليه وسلم وتتضمن أوصافه وشمائله كل هذا يدخل في السنة كما عرف ذلك العلماء إذن الأقوال للرسول صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها وينهى فيها ويخبر فيها وينشئ الكلام هذا يعني من السنة وأيضا أفعاله التي يرويها الصحابة رضي الله عنهم تدخل في السنة كذلك تقريراته يعني ما أقر عليه أصحابه يعني كيكون شي صحابي كيدر شي حاجة كيشوفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقره ويسكت ولا ينكر عليه يعني مرة تندخل للنبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصل بأصحابه في صلاة الصبح ثم لما فرغ التفت فإذا رجل يصلي كما الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وهو يتلفت هو يشوف واحد الرجل الباقي كي يصلي فقال له آه الصبح أربعا مش أنتو تصلي الصبح أربعات الركعات قال إنوماهما ركعتا الفجر هذه غير ذيك الرغبة دي الفجر ما ادركته وانا کینسليها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا هذا أيضا من السنة يعني كيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شي حاجة وكيقرها هذه رسلنا كذلك الأفعال دي الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول الصحابي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويجافي بين يديه حتى يظهر بياض إبطه هذا يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كي يبيلن الصفة دياله كيف كانت كان إذا ركع يعني سوى ظهره لم يصوب رأسه ولم يقنعه من لكي يركع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيكون الركع دياله كيكون ظهر دياله مستوي حتى إنه لو صب عليه الماء لا استقر هذا مبالغة في شدة استواء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حالة الركع يعني هذا بالنس كي يركع دياله وكي يبقى يبطرسوا بزاف ولا كي يبقى غير غير كي يحركتفوا شوي وكي يظن بأنه وركع والله لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه في الركع هذا لا ينظر الله إليه فلذلك هذه من السنة التي تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها كما أخبر بذلك الصحابة الذين رأوا النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم والقضية الأقوار معروفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لحظة بأنني أتعمد حتى في الأمثلة أن آتي بأمثلة يعني نحتاجها جميعا أعطى الله لأحادث ولكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني لا بغي نحن فعلا نكون نطبقين للشرع الله عز وجل علينا أن نكفى أيدينا عن إخواننا خوك ما يصلك منه إلا الخير خوك ما يصلك منه إلا الخير لا تؤذه بلسانك ولا بيدك المسلم يعني المسلم الحق الذي كمل شرائط الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ما كيتكلم في الناس ما كيمشي بين الناس بالنميمة ما كيغتابهم ما كينزل عليهم الباطل ما كيسبهم ما كيشتمهم ما كيقذفهم في أعراضهم سلم المسلمون من لسانه وأيضا من يده لا يضربهم لا يقتلهم لا يسفكوا دماءهم فهذا هو المسلم الحق إذن هذا شنا هو؟ هذا مثال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية القولية وكينها أيضا سنة اللي يقصدوا بها العلماء الأوصاف دياله هذه ما هي؟ يعني كلام ما هو كذا؟ الأوصاف دياله شمائل وصل الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الناس كيف كان الرسل صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش طويل بزاف ما كانش قصير لم يكن بالطويل يعني البائن ولا بالقصير الممغط ولكن كان ربعة من الناس شنوه الربعة؟ الربعة هو الذي إذا ماشى الناس لم يظهر يعني بعده عنهم من اللي كيتم الشامع الناس مشامع الطوال كيبان قريب عليهم مشامع القصر كيبان قريب عليهم هذا هو الربع اللي يكون معتدلا في قامته هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه مثل القمر صلى الله عليه وسلم هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم شمائله كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم هذه أوصاف شمائله صلى الله عليه وسلم الأخلاق دياله دي كل شيء يدخل في السنة إذن حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا إذن إذا دل الكتاب على شيء وتمسكنا به فإننا نكون في أمان من الضلال لن تضلوا بعد أبدا إلا تمسكتوا إلا ما تمسكتوا شيء أشكي يكون فماذا بعد الحق إلا الضلال إلا الناس ما تمسكوش بالكتاب وما دل عليه وما تمسكوش بالسنة وما دلت عليه من حسن الاتباع للنبي المطاع صلى الله عليه وسلم فإن الناس يخبطون خبط عشواء في الليلة الظلمة فالإنسان إلا ما تابعش الكتاب والسنة ويتبع ما كيتبع إلا الهوى ويتبع مثلا أقوال الناس وأخطاء الناس وأمور التي تخالف الشرع ولذلك وجب التمسك والتقيد بما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وهذا الأمر هذا راه له ثمارات عظيمة جدا راه من ثمارات هذا الأمر هو الإنسان ما كيوقعش في الضالة النهائيا بدليلي هذا الحديث ما لن تضلوا بعده أبدا ما يمكنش ما يمكنش تضلوا كيفاش نتابع الكتاب وثبع السنة وغاد يمكن أن تضر لأن هذا يعني هو الطريق كالدليل العلماء كيضربوا أمثلة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله كالسائر لأننا نحن في الحقيقة نسير إلى الله عز وجل نحن الآن نسير إلى الله عز وجل منذ جرى علينا قلم التكلف نحن غادين عند الله عز وجل كي غادين وشو أش منطرق غادين نشدوا لابد أن نسلك الطريقة التي توصل إلى الله عز وجل والمسافر على طريق حسي مادي يحتاجوا إلى أمرين فيهم العصمة من الضلال والعصمة من الهلكة لاعتصام بالله عز وجل والاعتصام بكتاب الله عز وجل هما عصمتان كما يقرر ذلك العلماء لذلك الله عز وجل يقول في آية من كتابه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اعتصموا بالله معنى اعتصموا بالله يعني ثقوا بالله عز وجل توكلوا على الله عز وجل إلجأوا إلى الله عز وجل استعيذوا بالله عز وجل من شر ما يؤذيكم إذا الإنسان فاش كيتمسك بأمر الله عز وجل ويلتجئوا إليه ويعتصموا به ويعني يستعيذوا به فإنه يكون في عصمة من الهلكة ما كيكون يعني محفوظ كيكون محفوظ وإذا تمسك بكتابه وهو قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله هو كتاب الله عز وجل هو دينه هو شرعه وأمره اختلفت يعني كلمات العلماء في تفسير معنى حبل الله عز وجل ولكنها وإن اختلفت في يعني المباني فإنها تتفق في المعاني ترجعوا إلى معنى واحد يعني تمسكوا باش كتاب الله فكتاب الله هو الدليل كما أننا في الطريق الحسي لكننا غادين في الطريق أش كنحتاجوا؟ كنحتاجوا جدي الأمور كنحتاجوا الدليل اللي ورنا الطريق إما شو واحد مخالط مزيان كنقول ليك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة ماذا فعل؟ اتخذ يعني رجلا خريتا دليلا خريتا وكان على دين قومه وعبد الله بن أريقت يعني هذا ما كان يقع مسلم ومع ذلك حيث هو عارف الشعب دي المكة وطرق الصحراء فهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجي معنا نتورينا الطريق ومشى غادي فيحتاج الإنسان إلى دليل يحتاج الإنسان عارف ده بغير غير هادة الإشارات ديال الطريق هادة تشوير هادة العلامات وهادة بلايك وهذا كيمشو كيعرف رسول رأى باقي غادي لإهنا باقي يعني من اللي كيلقاش بلاك بالرسول واخطينا الطريق توضرنا وكيرجع يقلب عن الطريق يعني يحتاجوا إلى الدليل والدليل فيه المعنى يعني الشرعي هو هو كتاب الله عز وجل من اللي كنكون تابعنا الدليل من الكتاب والسل يمكن أن توضر لا يمكنش وإذا كنتوا أتبعوا يعني قضية يعني التمسك بالله عز وجل والاعتصام بالله عز وجل فلا يمكنه أهلك كذلك الإنسان محتاج الطريق إلى الدليل الذي يعرفه بالمسالك ويعرفه بالطرق وبالمنعرجات وكذا وأيضا يحتاج أيضا إلى السلاح وإلى العدة التي يحارب بها من يعترض طريقه من قطاع الطرق ومن السباع ومن الهوى ومن كذا فإن الطرق ما تكونش دائما آمنة فلذلك هذه الأمور المحتاجها في الطريق الحسي محتاج لها أيضا ونحن نسير إلى الله عز وجل فإحنا قلنا توكلوا الله عز وجل فلا يصيبنا شيء ما اعتصمنا بالله عز وجل هذه من الثمرات العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يثق فيها ثم من الثمرات أن العبداء يكون في خير في الدنيا ويكون أيضا في خير وهو خارج من هذه الدنيا ولعلكم تقرؤون قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاون ره هي هي إن الذين قالوا ربنا الله أي آمنوا بالله عز وجل ووحدوه حق التوحيف واتبعوا شرعه وما جاء في كتابه وما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء من مستقيمون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على هذا الشرع لأنه لنعلم هنا يرى كين شيء واحد اللي يمكن يكون عارف الحق ولكن ما يعملش به هل يغني عنه ذلك شيئا لا يغني عنه شيئا بل يكون ذلك حجة عليه الحجة تكون عليه أقوام شها الموهد عارف الكتاب وعارف الحكم وعارف السنة ولكن ما أمس الكاش ما أمس الكش يعمل بها لأنها تحول بينه وبين مصالحه تحول بينه وبين مآربه وأغراضه والأمور التي يطمح للوصول إليها فحينئذين كتلقاه كيبقى يغمض عينه ويقول كده مهم رأى ذلك شيئا مهم تاورا ما بيش يورا ذايز القضية وكدك لخصنا قضية الاستقامة هؤلاء هم الذين وعدوا بهذه الوعود التي تأتي في الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم يعني الملائكة تتنزل على هؤلاء وهم في النزع ملك كل إنسان باقي باقي ضير به ولاده والعائلة دياله هو عاد الروح عاد كتخرج وهو كايش في الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون كائن الملائكة حاضرين معه وقد بشروه ببشارة الخير وأنه عاش على التوحيد وعاش على الاستقامة وعاش على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه على خير منك تجيهاد البشرى أش كي يوقع له يحب لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه هذا اللي يكره لقاء الله لماذا؟ إنه ما دير شي نخسر الملفات يعني كان عنده شركيات كان عنده مخالفات للرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده سوء تعامل مع الناس كان عنده ولوغ في أعراضهم كان عنده سطو على أموالهم وحقوقهم إذن منك تجيه الملائكة وكيشوف بأن البشارة يلسو سوف ينقبض وتتفرق روحه في جسده عياذا بالله ويكره لقاء الله فيكره الله لقاءه إذن قالت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا شوف هذه البشرى ما أحسن ما أحسن أن يعيش الإنسان على الاستقامة والله إن الاستقامة خير في الدنيا وفي البرزخ في القبر وفي الآخر الاستقامة خير وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدل هذه الجنة اللي وعدكم بها الله عز وجل في الكتاب واللي وعدكم بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فأنتم من أهلها إن شاء الله وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني كما كانت الملائكة أولياء للمؤمنين بأمر الله عز وجل تحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وتسددهم وتقومهم كذلك تكونوا معهم على الصراط وتحضروا معهم الوزن حينما تتطير الصحف وهكذا حتى يدخلون الجنة بسلام وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم بالله عليكم أنا بغيت غير الإخوان ديالي يتمعنوا هذه الآيات ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم المسلم الآن حينما يخالف أمر الله ما الذي يحمله على المخالف يتبعوا شهوات النفس كي يقول لك أنا بغيت نتبرع بغيت نتمتع بغيت نشدهادي بغيت نشدهادي شهوات النساء شهوات الأموال شهوات المناصب شهوات كذا شهوات فهي تصرفه عن الله عز وجل وتحرمه من شهوات الجنة ولذائذها تحول بينه وبين النعيم المقيم ووالله إن الإنسان يكون مغبونا ولذلك سمي يوم القيامة سمي يوم التغاب لأنه يكثر فيه الغبن كتكثر فيه الخسارة الشموتية ينسونك تشمت حلش واحد مشال السوق وشيرش يسلعه عيانة يعني باعوا هليب واحدة من غالب كي يجيك يتغبن كي يقول لك الله لا هذا النساء أنا كان يقول لك زعمان طورت تعيت وشمتوني هذه الشموتية الحقيقية هذا هو الخسران المبين وأن يتبع الإنسان شهوة عابرة في الدنيا تمر مرورا سريعا وتعقبها ندامة وحصرة تعقبها ندامة وحصرة هذا النس دبا لماتوا لو قدر أنهم نشروا ورجعوا إلى الدنيا وقيل لهم ماذا تشتهوا نشبته هذي يقول لك بغينا نرجعوا للدنيا بش نعملوا العمل الصالح فقط لا يريد أحدنا أن يرجع من أجل البناء ولا من أجل تجارة ولا من أجل زواج لا بغير جاء غير العمل صالح فقط لا المسلم العاصي ولا الكافر وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ياربي غردنا غردنا ونعملوا الصالحة ما أشك في غردنا في مرة الأولى دبا غاد نعملوا الصالحة فالإنسان إذا عاش على الصلاح وعاش على التقوى فإنه يوم القيامة يخير في منازل الجنة وفي نعيمها ما اشتهاه أخده حتى إنه لينظر إلى الطير في جو السماء فيشتهيه فإذا به بين يديه كما اشتهى اشتهى مشوي يجيه مشوي كما اشتهى غد يتحده ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ما كي نشي حاجة ممنوعة فواكه لا مقطوعة ولا ممنوعة فواكه دبا شوف الفيرمة عامرين ولكن كي اللي ما عندو شي نسكين ما عندوش هاي موجودة كيشوف فيها بعينه ما عندو باشي خلصها ولكن يوم القيامة لا مقطوعة ولا ممنوعة ما شي يقول لك لا هذي دبا فيه هش بيت انتذب هذي هذي راك تكون هي في الصيف ما كي نشفشتها لات مديمة موجودة وما كيش اللي منعك منها وحتاج شجر ما شي غادي خصك تحتاج تبقى تشعبطوا لك هذا لا قطوفها دانية تقارس متكئ على الأسرة وتمد يدك إلى ما تشتهيه من الطعام ومن الشراب ومن مال الذوطاب من الطعام وطعامه الآخرة ليس كطعام الدنيا ذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء إلا الأسماء كتقروا الرمان وتقروا النخيل وتقروا كذا كتقلوا رازع ما رأي بحال هذا لا لا هل شحب ذا بكتشري شحب تلقى حامضة وتلقى عزفة وتلقى تعوج لك في المك وتدي لكذا ولا تدي لك الوجع لا فاكهة الجنة يعني تشبه فاكهة الدنيا في المظهر لكنها تخالفها في المخبر وهليش من لدها ديك وهليش من يعني طعم يعني وفق الله عز وجل إليه يعني من شاء من خلقه نسأل الله عز وجل لا يحرمنا الجن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا أي ضيافة نزلا من غفور رحيم غفور لذنوبكم التي سالفت منكم رحيم بكم سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المجلس على طاعته أن يجمعنا في الجنة في دار المقامة وأن يغفر ذنوبنا وأن يجبر كسرنا وأن يعفو عن تقصيرنا وأن يجعلنا إخوانا على سر المتقابلين فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة دون استثناء وأن يغفر لنا كل ما فرط منا إنه ولي ذلك والقادر عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية سبحانك اللهم